اكيد زينب دائما بصباحنا غير وجودنا بقلب المعرض دائما منشجع المشاركات وخاصة المشاركات السورية ومنسلط عليها الضوء من خلال المشاركة بمعرض دمشق الدولي بدورته الواحدة وستين واكيد ما في احلى من الفن السوري والابتكارات السورية والموهبة اللي عايشة جواتا كل حدا ولكن تتجسد بطريقة جميلة مثل عم نشوف اكيد ليا عاليا النعيمي فنانة تشكيلية وعضو اتحاد الحرفيين تحب الرسم على الحرير والزجاج والمرايا بيستهوية كل شي في جمال وفن ولون هي مشاركة ايضا ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الواحدة وستين عاليا صارت معنا من الا صباح الخير واهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك ساعة صباحكم صباح المتابعين جميعا اهلا وسهلا فيك يعني دائما الناس وقت بتروح بدت زور اي معرض او اي مكان الشي المميز بيلفت بالفن خصوصا خلينا نحكي اليوم موجود معنا يعني قصص غريبة حلوة رسم على السلخرات على الحجرات الصغيرة وزخرفات مميزة بتجذب الزوار خلينا نحكي اليوم عن كيفية الزكاء باختيار منتجات لجذب الزوار تمام هلا الانسان لازم دائما يكون في حركة وتجدد باستمرار زكاء بانه الانسان دائما يقدر يلاقي طريقة جديدة يلفت النظر وما يكون متكرر يعني هلا العام الماضي نحنا شاركناهم بالمعرض بس انا والعديد من الحرفيين كان هالسنة عنا اشياء جديدة تلفت المشاهد وخامات جديدة نحنا عم نشتغل عليها انا مشاركتي من خلال فن الديهان الدمشقي العجمي زخرفة على الخشاب مذهبة واخترت خامات جديدة كمان اشتغل عليها مثل الحجر هو موضوع مطروق يعني بس الجديد فيه انه انا حاولت ارسم مناظر تراسية من الاحياء الشعبية معالم اثارية من سوريا وكان فعلا في الى اقبال كثير عند المشاهدين نعم طب خلينا نحكي شو بيميز الفن العجمي عن غيره من الفنون بيتميز اولا انه هو ابتكار دمشقي وسوري وتراسي انطلق من هون لجميع انحاء العالم وهو بيتميز عن باقي البلدان بانه هو فن زخرفة نافر في زخارف نباتية على الخشاب بجميع الدول العربية بس نحنا عنا زخرفة نافرة هي اللي بيتميزنا والالوان طبعا عنا مجموعات لونية تراسية واحيانا نحنا منجدد بحيث انه كمان نواكب الازواء الجديدة ونحافظ بنفس الوقت على الاصالة تبع هذا الفن فيه اتجاه جديد بانه نحنا نعمل هاي الحرفة على مادة الخشب بلونه الطبيعي وبتعطي حداسة وحتى منظر جميع تماما ست عاليا ما بيسألوك اذا على الحجر جمي او في مواد داي ممكن تروح الرسمة هلا نحنا عم نعالج الحجر بطريقة انه تكون مقاومة نحنا الالوان اللي بنستعملها ما بتروح بالمي حتى هذا كمان نفس المواد نحنا عم نعملها على لوحات صغيرة اياس عشرة بعشرة بطريقة لطيفة انه كمان اللوحة لما بتختزلي المساحة الكبيرة بشكل صغير بتعطيكي تفاصيل اكتر وحميمية للعمل اكتر نعم طب خلينا نحكي شوي العالم لما اجدت زارة جناحكم كيف كان التفاعل ردة الفعل على المعروضات اللي عم تعرضوها؟ التفاعل بجناح استناعات اليدوية كتير زريف لانه في عندك تنوع كبير وهي السنة حتى عم نشوف مجالات جديدة في عنا ناس عم نتعمل لوحات باستخدام الرز عم تستعمل بزر الزيتون فهذا الذكاء اللي حكينا عنه انه نحنا دائما نخلق خامات جديدة وانفاجئ المتلقي انه نحنا عم نقدم صح نفس الاطار التراسي بس في عنا ابداع بنفس الوقت نعم خلينا نحكي عن كيفية اقامة دورات وتعليم جيل جديد هاي المهن والمحافظة عليها بنفس الوقت تمام هلا هذا الامر كتير مهم لانه هاي الصناعات اذا ما لقيت حدا يتعبع العمل فيها فممكن هي تكون مهددة تختفي نحنا هذا الحكي نحنا بالعكس نحب نحافظ عليها هذا التراسنا والشي اللي بيميزنا امام العالم في دورات انا بعمل دورات خاصة بمشغلي بقلم فيها الزخرفة بقلم فيها الرسم بقلم الخط العربي وكمان وزارة السياحة مشكورة عم تتعاون مع منظمة اليونسكو وتعمل دورات لكل الحرف التراسية المحمية من اليونسكو تماما نعم خلينا لك ان كمان نحكي عن الصعوبات اللي ممكن انه تواجهوها خاصة انه الفن العجمي هو فن تراثي خلينا نقول وبيحكي عن دمشق والشام تمام وكيف ممكن انه مثلا هل بتلاقوا صعوبة بالمواد هل بتلاقوا صعوبة باشياتانية او بالتسويق هلا احيانا كنا نواجه صعوبة بالمواد بس بشكل عام هي متوفرة الصعوبة قد لا تكمن بالمهنة بحد ذاتها قد تكمن بانه انا امسا عم مارس هذا العمل وهو ذكوري اكتر يعني بيحتاج جهد وعضلات فانا عم حاول اختزله بقطع صغيرة يمكن اقتناءها بسهولة ويمكن حتى تنفيذها بطريقة اسهل من تنفيذ المجالس او القطع الكبيرة هذا الفن لازم يظل قريب من الجمهور انه يقدر يقتني قطع حتى لو هو ما قدر يعمل المجلس او الغرفة بشكل كامل باتجاه الاخر التسويق كمان متاح لانه القطع الصغيرة طبعا نقطينا اسهل متل ما حكينا ودائما المعارض عم تخلينا نكون موجودين على الساحة ويكون العمل قريب للناس ونتواصل اكتر تماما ست عالية خلينا نحكي عن نقطة اهمية جذب الزوار يمكن لفتح شغل مع الخارج تصدير ممكن هذا الفن او اذا حدا طلب منك تعديل او طلب خاص بينفذ هاد الشيء طبعا ينفذ لان احنا شغلنا قائم على الطلب يعني كل شي هو عرض وطلب فانا بعرض امكانياتي ومستعدة ان ينفذ طلب الخاص مثلا هلا في كتير ناس بتطلب رسم معين على الحجر فكمان في امكانية لتنفيذه حتى بموضوع الزخارف اذا حدا عنده الوان او مجموعة الوان بتناسبه كمان هذا الحكي من راعي وبما يخص الامور الاخرى كلوحات فكمان الازواع متعددة نعم هل انا حكي لك عن القطع اللي معنا اللي جايبت لنا ياها شو ابرز هيك اكتر شي عما ميلاقي صده اكتر شي هلا دائما القطع الجديدة هي اللي بتلاقي اقبال اكتر يعني لما انت بتشوفي نفس الموضوع اكتر من سنة او اكتر من معرض فبصيري مش طاقة تشوفي شي جديد فالشي الجديد هو اللي بيجذب اكتر والناس بتتفاعل فيه فكان موضوع الصخور هاي المرسومة كتير زريف والموضوع الجديد اللي نحنا عم نتناول فيه العجمي بلون واحد على الخشب كمان عم يلاقي انبهار وكتير تفاعل من الناس نحنا شايفين مناطق سورية تمام فيما عندنا معالم من جميع المحافظات هذا تدمر أوس النصر هاي تدمر تمام حبينا نخلد هاي المعالم لانه فيه احيانا بعض معالم للأسف فقدناها وفيه عندنا الحجر الثاني مرسومة عليه مدينة معلولة على شكل الجبل نفسه هاي نفس الجبل هون عنا الشي بيخص القدس مع بينكسرو هدول صار لا لا شرق تمام يا رب هلا هادا حجر شوي كبير حبينا نعطيه اهمية عنا القدس يلي هي طبعا بتهمنا جميعا وبتهم كل العرب مكتوب علي القدس العربية وكمان لعيت كتير اقبال وطلب حتى انطلبت مني بأكتر من اياس هاي ألعاب هاي ألعاب حلب تمام كمان فيها كتير تفاصيل واللي بيشوفها احيانا بيفكرها مطبوعة ففيها عناية بحيث انها تكون قريبة للواقع نرجع من اكد لكل الناس المواد وال الالواء المستخدمة هلا كله تمام مقاوم وثابت تماما يعني ما بتروح هلا اكيد ما رح يحفوها يعني لا حتى مبارح في حدا سألني انه هذا اذا اذا حتيته بقلب المي هو حب المنزر انه يحطه بحوض السمك ايه فقالت له ممكن هلا المادة نفسها مقاومة بس اذا مثلا ممكن يغلفها هو بالنيلون او شيء وبتضل بقلب المي خلينا لك ان نحكي عن تحضيراتك المستقبلية بعد طبعا المعرض شو في شي جديد عم تحضري له شو في اشي جديدة هيك حبة جربية في الفن العجيب انا كونية فنانة تشكيلية فانا بحب نوع مشاركاتي فهون انا بمعرض دي مشق الدولي كنت حريصة اني كون بجناح الصناعات اليدوية لانه هذا الجناح كان يشدني منذ الطفولة انا كنت انتظر التظاهرة تبعا معرضي مشق الدولي من عام لعام لحتى شوف الحرفيين وانتاجاتهم وشغلهم على الواقع نعم بخط تاني انا عندي معرضي لتشكيلية دائمة تقريبا في كل سنة عندي معرض وهذا العام عندي معرض بـ 15-9 بمركز ثقافي ابو رماني فنتشكيلي حروفيات زائد توقيع مجموعة شعر تماما احنا بدنا نتشكرك موفقين يا رب ضمن المشاركة وشكرا كتير لحضورك اهلا وسهلا فيك وشكرا لستيضافتك شكرا لوجودك معنا وموفقين بأيام المعرض ان شاء الله هيك يلاقي كمان اقبال اكتر من الناس ومندعيهم يتوجهوا دائما للحرف والصناعات اليدوية حتى يتعرفوا على طبعا المواهب السورية اليوم شكرا للمشاهدة